فرق ألكترونية في العراق تتصارع لحساب السياسيين ضمن ظاهرة أخذت بالاتساع في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يلجأ سياسيون إلى تكليف مجموعة من المدونين بالمواقع الألكترونية لتلميع وتحسين صورتهم والطعن بخصومهم والترويج لوثائق تثبت فسادهم ما ينذر وبحسب مختصين بحرب كلامية قد تتطور إلى المواجهة بين الكتل السياسية البارزة يلجأ كثير من السياسيين إلى تكوين جيوش الكترونية خاصة به عن طريق إعطاء رواتب لبعض الشباب خاصة العاطلين عن العمل وجعلهم يتفرغون أمام مواقع التواصل الاجتماعي لدفاع عنهم وتبرير مواقفه والترويج والتسويق له أحد إهداف تكوين هذه الجيوش الكترونية هو تسقيط الأطراف المنافسة وخاصة هذا يتجدها في بعض المحافظات أن المرشح لديه منافسين في منطقته أو مدينته يقوم بتسقيطهم عن طريق الجيوش الكترونية ينشر فضائح أو بعض الإحصاءات وبعض الوثائق التي تثبت فساد الطرف الآخر إثارة فضائح المسؤولين وتداولها عبر وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي كان لها وقع شديد على الشارع العراقي الذي بدأ منقسما على نفسه بين مصدق ومكذب وبين من يعتبرها محاولات لا تخلو من الإسقاط السياسي قبل موعد الانتخابات التي يعدها كثيرون بأنها مصيرية العالم أصبح قرية صغيرة من خلال هذه المواقع التواصل الاجتماعي حالة صحية صحيحة تكشف زيف وفساد المسؤولين ليس فقط في العراق على كل مستوى الحال العالم لكن الفساد الكبير والأكبر في العراق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر أو أي موقع آخر أصبح موقع للعراق السياسي أكثر مما هو موقع كتواصل اجتماعي بين الأشخاص في الوقت الحالي المطلوب من كل شخصية عامة من كل حزب من كل جزء من الدولة أن ما يكون عنده جيش ألكتروني يسقط بالمقابل وأن ما يكون عنده ناس تحرك الشارع تكون ألفة بين الطبقات السياسية حتى أنت تمشي للبلد ببرى الأمان نحن حاليا على حفة انهيار تنامي ظاهرة الفرق الألكترونية في العراق وتصاعد المواجهة فيما بينها قد يكشف معهما المزيد من الفضائح والمساومات السياسية التي ظلت طيال كتمان تصادم الفرق الألكترونية بالعراق بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى كشف انتماءاتها على رغم من قيامها بنشر معلومات ووثائق تثبت فيها فساد مسؤولين بارزين كان يعدهم البعض من المصلحين أياد محمد أوريانت نيوز بغداد